على فكرة من بين البراهين وهي بالمئات التي لا تزال تؤكد لي صدق نبي فأعمق أعماقي أعلم أنه صادق وأنه نبي عظيم ومرسد البراهين كثير جدا 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 لكن هذا نوع خاص من البراهين لا تجده في غير النبي والرسول لأن النبي والرسول مقدود من الصدق مخلوق من الحق من الحقيقة النبي والرسول لا يعرف الكذب ولا يعرف الادعاء ولا التظاهر الانبياء نحن الذين نعرف هذه الأشياء لا يعرفون هذه الأشياء لا يعرفون هذه الأشياء غير النبي وغير الرسول إن أتيته بميزة أتيته بخليقة تتهم ما عنده أو تغمز ما عنده لا بد أن يظهر غيظه وغضبه وعدم رضاء عليك ولو من وراء وراء أحسنت جميل أنك تتسم بهذا الشيء ولكن ألا ترى يا أخانا يا حبيبنا في الله أن في هذا كذا كذا أنت فاهمك أنك أنت أعيش تورطت وأنك أنت أغمزت قناة النبي كمان زي أقول لك قبل شوي سيورطك لأنه ما عندهش هذه الخليقة ما عندهش هذا القدر من الرحمة واللطف وارتلقاه النبي شيء غريب النبي كان يذبح الخراف ويذبح الجمال والنوق لما يتي واحد من أمته يقول له رحمتي لا تسمح لي أن أذبح حيوانا ذا نفس يقول له والشائر رحمتها رحمك الله يقول له أحسنت ممتاز تابع في هذا الطريق يا عبد الله لا إله إلا الله طبعا المصاديق كثيرة أنتوا فهمتوا ما هو جزد الحيني؟ فهمتوا؟ هذا لا يفعله إلا نبي معنى النبي لم يبدي رحمة بهذه المخلوقات كالتي أبدها هذا الصحابي النبي كان يذبح يذبح الشياه ويذبح الكباش ويذبح النوق والجمال لكن الله خطوه والفضيلة لا تختطي عفوا الخصيصة والميزة لا تختطي التفضيل أليس كذلك؟ لا تختطي التفضيل في مزايا ما علينا على أن النبي لرحمته جنبات يغرق فيها هذا الصحابي وتغرق فيها البشرية لكي نكون معتدلين نفهم كيف أليس كذلك؟ أو هذا ما علينا مثال آخر على هذا ضربته أيضا في محله وفد عبد القيس الوارد في الصحيح حين أتوا إلى النبي الوفد اليماني هذا من عبد القيس حيهم الله وبياهم وحين رأوا النبي في مجلسه وقعوا عن ركوباتهم من شدة الشوق وشدة الهيبة والشغف والحب يالكوك عن فوك اللي يدب حاله دب ويجي أجوع عن النبي إلا كبيرهم رئيس عبد القيس هذا الأشج من نبلائهم أشج عبد القيس كان مججوجا بتؤدة وسكينة نزل قليلا قليلا أخذ جعبته طلع منها المشد مرأة سرح اعتمر العمامة أخذ من الدهن وتطيب وأجعل النبي آخر واحد بالله عليكم لو حدث هذا معي أو مع أي واحد منكم بالله عليكم الرأكشن المبدئي أنا بحكي عن نفسي يجب أن نكون صادق يقول لكم الصدق همشي الصدق لو وضع على حديد لقطاعه همشي الصدق لو حدث معي مع أي واحد منكم أقل رأكشن للكامل فينا الحكيم أنه في نفسه لن يسر جداً بصنيحها يقول ما شاء الله يعني هذا أقل لهم شوقاً يعني بس ما يكونش شايف نفسه زي بالزبط ما يكونش حاط رأسه برأس يقول استويت الرؤوس بصراحة بكل صدق الرأكشن رد الفعل مبدئي لن تكون مسروراً بها صح أو لا وحتكون مسروراً أكثر باللي يوقع منفوه وأجل يحبلك حبو يقول هذا المحب الصادق هذا اللي عرف قدر النبوة وقدر الرسالة صح النبي ما عمل شيك تقول لي هذا ليس نبي هتقول لي هذا ممثل هو الصدق نفسه النبي صلواته ربي وتسلمته عليه هو الصدق نفسه ما خلق الله أصدق منه على فكرة ليس في الكلام في الكلام والقصود والنيات والضحك النبي كان إذا سر عرف ذلك في وجهه إنه مبسوط يستنير وجهه ويصبح كالمذهب قطع الذهب وإذا غضب أو حزن أو أسي يظهر في وجهي مباشرة ما بعرفش يمثل عليك أن يضحك لك وهو قلبه مش ضاحك لا يا سلام ما أجمله ما أجمله مرآة صفاء كامل صفاء كامل صلواته ربي اليوم لا يضحك لك يعطيك من طرف اللساني حلاوة ويروغ منك كما يروغ أثعلبه ما يخوف النبي ما عنده هيك يحك لك معنى يحك لك كشر معنى هذا أعلان معنى كشر معنى برضو يضحك أن تبه في لغة العربية كشر في وجهي وكذا فأجى أشج عبد القيس سلم عن النبي وكذا إيش النبي قال له قال له يا فلان إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله يحسن الله يا رسول الله صلواته ربي وتسلماته عليه وعلى آله إلى أبد الآبدين في كل نفس وحين عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى أبد الآبدين ودهر الدهر في أوله وآخره وفيما بين ذلك قال له يا رسول الله ما هما قال له الحلم والأناع قال له يا رسول الله هما خلقان جبلت عليهم يعني خلقان جبلديان قردت بهما كذا جنات أم اكتسبتهما قالوا بل جبلت عليهم يا سلام يا رسول الله أعطاهم درس تاني مرة بتيجوا بتوادى وهدوء وكذا يا الله بس نجينا حبا فيك ورمينا يحب الخير للخير يحب القيام لذاتها لكي يحب الخير لأنه خير والحرية لأنه حرية والكرامة لأنها كرامة والشرف لأنه شرف لا يحب حريةنا لنا لكي الأسف الشديد كرمتنا إحنا مش كرابة الآخرين لا والحب الكرامة من حيث هي كرامة والشرف من حيث هو شرف والأمانة من حيث هي أمانة والحرية من حيث هي وهكذا هذا أعظم مثال أخلاق على إطلاقات هنا بلغ الذروة أبداً أوفع الغاية وصلها وتجاوزها كمان صلواته ربي وتسليماته علي فنرجع نقول إذن إذن أنت في المسار التأويلي الهرم النوطيقي بسموه لمسيجة أول إذا أولت وكان تأويلك استناداً إلى انحيازك للرحمة وطلع في نفس الأمر بالأسوة الفلسفية في نفس الأمر يوم القيامة أنه كان غلط وأنه هذا الشخص ما بيستحق لن تلام بل ستحمد وتثاب على هذا لأنك انحزت إلى إلى الصفة التي لا يمكن لأحد أن يبلغ ماذا؟ أن يبلغ غايتها ومداها لعظمها وهي صفة الرحمة الإلهية لذلك كما قل إلا مالك يوم الدين من هو مالك يوم الدين؟ الرحمن الرحيم أولاً هو واحد الذي بقدر يعرف من يستحق الجنة من يستحق النار على أنه ربما عفى عن كثيرين ممن يستحقون فضلاً وتكرماً لكن يبقون في خطر المشيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر